طيب خلينا نروح بعد كده الفقرة بقى استحافة من المركز الإعلامي للنادي الأهلي ونعرف آخر الأخبار الرياضية المحلية طبعا والعربية في الصحف والمواقع الرياضية وزملتنا نورهان طمان مرسل قراءة الأهلي نورهان صباح الخير عليك صباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة احنا هنا من مقر النادي بفرع الجزيرة هنطلقكم على أبرد الأخبار الرياضية سيمكن قبل الأخبار الرياضية خلينا كمان نتحدث عن مواعيد مباريات اليوم النهاردة في الدوري العام طبعا النادي الأهلي هيواجه سموحة على استاد القاهرة كمان أمبي هيواجه سموحة على استاد بيترو سبورت الساعة أربعة والمقاولين العرب هيواجه الانتاج الحربي على استاد المقاولون الساعة ستة ونروح بقى لموقع اليوم السابع أجاية آخر حلول فيلر لعلاج العقم التهديفي لمهاجمي الأهلي كشف موقع اليوم السابع عن جلسة ضمة ريني فيلر المدير الفني وجهازه المعاون لبحث إمكانية استغلال إمكانيات نيجيري جونيور أجاية في الواجب الهجومي أو العامل الهجومي بعدما يتعثر بعض اللاعبي الفريق على المستوى الهجومي مروح محسن وإليو باجي في المباراتين السابقة كشف الموقع عن مدير الفني متفائل بتواجد جونيور أجاية نظر أنه يأخذ مثل هذه الأمور في مباريات سابقة ومن موقع السوبر توادي دجلة ذكر موقع سوبر كورا أنه النادي الإسماعيلي النهاردة هيجري المسحة كورونا المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وده طبعا وفقا لبروتوكول وزارة الصحة اللي نصت على ضرورة إجراء المسحة قبل خود المباراة بـ 48 ساعة صدمة كبيرة نادي الهلال يخسر أولى صفقاته الأجنبية كشف موقع سبورت 365 عن صدمة داخل أروقة نادي الهلال السعودي بعد رفض في نادي ترابزون سبور التركي التفريد في اللاعب كاليب إيكوبان اللاعب اللي كان نادي الهلال أعلن عن رغبة كبيرة في ضمه في الفترة القادمة ومن موقع كورا منشستر يونيتد يدفع ثمن الرعونة الهجومية والهشاشة الدفاعية ذكر تقرير من موقع كورا أنه فريق منشستر يونيتد خسر أمبارح طبعاً زي ما احنا عارفين أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدفاً ذكرها موقع كورا في تقريره قال أنه هو مصدوم أنه لعبته ما قدرتش تحقق المطلوب منها في المباراة مبارح كمان يعني أضاعت فرص كتير جداً في مباراة الأمس بالإضافة إلى يعني تخازل دفاعي شوية مع الفريق وجه الفريق أمام إشبيلية وطبعاً بنان عليه خرج الفريق من دور نصف النهائي دي كانت أبرز يعني الأخبار الرياضية في المواقع اليوم طبعاً يعني زي ما احنا عارفين نهاردة مباراة الأهلي وأسوان جمهور النادي الأهلي يعني منتظرها ويعني ممكن كمان احنا عارفين أن هي جهاز الفني قرر أنها تكون بروفا قوية لمباراة الزمالك دي كانت أبرز الأخبار شكراً لك شكراً يا نهواند شكراً يا كارين شكراً لك يا نهواند بنشكرك على التغطية المتميزة نهواند تمام ورسلت قناة الأهلي شكراً لك يا نهواند بنشكرك على التغطية المتحدة